والخلاصة أن التوقعات رغم ضخامة حملات الإعلامية المدفوعة الثمن لتلميع هارس فإن المراقبين المتخصصين يتنبؤون بأن تكون مهمتها صعبة أمام خصم عنيد ومحنك في الكلام وفي صياغة الشعارات والشاطر في المقابلات والمؤتمرات الصحفية والمناظرات وبخصوص عرب أمريكا ففي الأغلب إنهم إذا لم يصوتوا لترامب بسبب دعمه الكبير لإسرائيل فإنهم لن يصوتوا أيضا لكمال هارس لنفس السبب وشيء آخر إن للعرب عموما تجارب غير سعيدة مع الإدارات الديمقراطية خصوصا في أيام حكم الرئيس باراك أوباما الذي كان يكن كراهية كبيرة لكل ما هو عربي وانحيازا ودعما غير محدود وغير محمود لكل من يعاد العرب ويعتدي عليهم ويهدد أمنهم وقد كشف النقاب عن ذلك كتاب عنوانه العالم كما هو أصدره بن رودس مستشار أوباما لشؤون الأمن القومي والمسؤول الأسبق عن ملف سوريا في المجلس القومي لشؤون الأمن منذ عام 2011 وحتى عام 2013 والمسؤول عن منف الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران والذي اجتمع سرا مع المسؤولين الإيرانيين أكثر من 20 مرة في سلطنة عمهن ويتحدث بن رودس في الكتاب أيضا عن باراك أوباما ويؤكد أنه يكره العرب بشكل غريب ويقول لمستشاريه أن العرب ليس عندهم مبدأ وحضارة وهم متخلفون بالمقابل يعشق إيران وحضارتها إلى حد العام ويقول بن رودس أيضا أن أوباما تواصل مع إيران منذ عام 2010 وقد عرضت عليه أن نتوقف نشاطها النووي لمدة عشر سنوات مقابل رفع العقوبات عنها وإطلاق يدها في السيطرة على الشرق العربي وقد دخل على إيران 400 مليار دولار منذ رفع العقوبات عنها حولت منها 100 مليار لدعم تمددها في سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفريقيا والمغرب العربي ويقول بن رودس أن إيران هددت أوباما بأنها لن تستمر في المفاوضات السرية مع أمريكا إذا أصبح أياد علاوي رئيسا للوزراء في العراق للمرة الثانية لأنه مقرب من السعودية والأردن والتركية وله توجهات غريبة ضد إيران كما طالبت إيران أيضا بالضغط من أجل تعيين نور المالكي المتعصب شيعيا رئيسا لوزراء العراق وهو ما حصل علما بأن المالكي هو من فتح السجون العراقية ليهرب أعضاء تنظيم القاعدة الذين أسسوا تنظيم داعش وقد ترك أنصار المالكي عند هروبهم من الموصل عتادا عسكريا قيمته 20 مليار دولار ليحتلها 600 من عناصر داعش فقط عام 2014 كما يقول بن رودس أن أوباما كان يعرف أن إيران هي من يحرك داعش ولكن هدفه كان الاتفاق النووي بأي ثمن مع إيران وعندما هدد أوباما بضرب النظام السوري بعد الهجوم الكيماوي في الغوطة عام 2013 هددت إيران بالانسحاب من المفاوضات السرية مع الولايات المتحدة فتراجع أوباما عن خطوطه الحمراء وبعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران أوعز أوباما لمساعديه بأن لا يذكر أمامه ملف سوريا إطلاقا يعني أن الحزب الديمقراطي وتحديدا باراك أوباما يتحمل القصة الأكبر من المسؤولية عن كل ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط من حروب وحرائق ومجازر وتهجير وتشريد لأنه هو الذي دعم إيران ومدها بالأموال رغم أن سياساتها تقوم على أساس تصدير الثورة إلى دول الجوار واعتمادها على تأسيس الميليشيات وتمويلها وتسليحها وتدريبها وتسليطها على مقدرات الشعوب